في نفس الوقت وحنا بنتكلم عن المرحلة اللي جاية وبنتكلم عن المسلم الماضي رسالة الجمهور النادي الاهلي وانا دايما بحب اخاطب جمهور الاهلي لان جمهور الاهلي يمكن ان هو الاكثر تفعلا من خلال السوشيال ميديا مع الكامل الاحترام والتقدير لاي جماهير في اي مكان لكن دي ارقام بيتم اعلانها وحتى الاتحاد الافريقي لما بيعمل ارقام او بيعمل تصويت على بعض الامور الخاصة بالمسابقات الافريقية الكل بيبقى عارف الاعلى تصويت بيبقى جمهور النادي الاهلي حتى من ناحية الرقمية عدد الحسابات وعدد المتابعين من خلال الحسابات السوشيال ميديا بيبقى جمهور النادي الاهلي فالمطلوب من جمهور الاهلي الفترة اللي جاية ما يحكمش سواء على صفقة او اعلان اسم مدرب الا بعد فترة خدوا بالكو في مدربين والله تولي المسئولية مع فرق في اول اتناشر وخمستاشر ماتش محققوش النتاج المرجوة بس اكملوا وخلصوا الموسم بنتاج ايجابية فالنهاية انك ما تبقاش عامل ضغط على المرحلة اللي جاية اتمنى يكون في استفادة من المراحل السابقة والصفقات اللي هيتم التعاقد معها او المدرب اللي هيتم التعاقد معها الجمهور يبقى سابورته اكبر دافع ليه للمرحلة اللي جاية لان المرحلة اللي جاية محتاجين يكون في استقرار وهدوء شوية على فريق الكورة انا عارف جمهور الاهلي دايما حرصوا على الفريق وصل لاي مدى واي درجة والجمهور هو العنصر الوحيد اللي في المنظومة اللي مالوش مصلحة الا حاجة واحدة بس عايز الفرقة تكسب ويشوف النادي في افضل المراكز فبالتالي الهدوء في الفترة اللي جاية هينعاكس بنتائج إجابية ما فيه مدرب تم التعاقد معها في الفترة السابقة الا لما بتطلع البداية فكرة السيرة الزاتية اصل ما اشتغلش في افريقيا اصل مش هينجح اصل فيه مدربين افرق ماينفعوش اشتغلوا في مصر الكلام ده تقال كتير قوي على مدار 4-5 سنين شفنا فيه مدربين استحملوا الضغوط ونجحوا بس حتى مش على مدى بعيد وفيه مدربين ما استحملوش الضغوط وما كملوش فبالتالي الضغوط بتيجي منين؟ من الحاجات اللي بتتصدر على السوشيال ميديا على فكرة ممكن ما يكونش الامر متعلق بالجمهور بشكل مباشر ممكن بتبقى في بعض اللجان او بعض الاعلاميين بيطلع يقولوا اخبار او معلومات تصدر لك صورة سلبية فعلى طول انت بتندفع ورهزي الاخبار او الحاجات اللي بتتكتب على السوشيال ميديا وبيبقى رسالتك هنا اه رسالة خوف لكن في نفس الوقت الغرض ان يصدر لك رسالة سلبية عشان يبقى في حالة جدلية على اللعيبة او على الجهاز الفني او بشكل عام على فريق الكورن طيب دي رسالة للجمهور نتمنى يا رب الفترة الجاية يكون فيه استقرار لان الاستقرار اكيد هينعكس على النتائج الاجابية وده شفنا حتى لما جيبت سمسيماني في توقيت كان صعب جدا والاختيار وقتها كان اختيار عبقاري قبل مباراة الوداد ونهاء افريقيا على الزمالك وقدر يحقق في ظرف سنتين او عشرين شهر نتائج ما تحققتش منذ مرحلة وحقبة مانويل جوزي ترجمة نانسي قنقر